انقلبت مروحية تابعة للجيش النمساوي خلال تدريب عسكري في ولاية النمسا العليا حيث اندلعت فيها النيران وأصيب عدد من الجنود وتمكن طاقم الطائرة من مغادرتها بأمان فيما أصيب شخص واحد بجروح خطيرة وخمسة آخرون بجروح طفيفة فكانت المروحية من طراز أغوستابيل 212 في إطار تدريبات عسكرية فقد تم تشكيل لجنة لتحقيق في الحادث لمعرفة أسبابه وتعد هذه المروحيات جزءاً أساسياً من القوات الجوية النمساوية فقد تم تطوير أنظمتها في عام 2012 كانت هذه نشرتنا مشاهدين لهذا اليوم لمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق إنفو جرات على هواتفكم كنتم